الوضع الحالي للويدات لا يبشر بالخير وأكثر شيء قدر في النفس هو أن الجمهور الفيرتوية أو أكبر خطر على الفريق كيف لهذا الجمهور فيسبوك أنه لا يريد أن يتعلم الأخطاء السابقة وهي بعد كل تأثور يدوروا البرابول المدرم كان خاسر ونحن نبدأ في شيء فرق كيف تعود دائما أنه لم تتخلق وقت تأثورات ونعطي الرأي في وضع الويدات كيف مكانت الحالة توهج أو لا إخفاق اليوم النادي دينا في فترة حساسة وفترة انتقالية سوف تضاف رجلات كثيرة لكي لا يطيحوه والنادي يتعافى في أقرب وقت حلول المنطرقية وكيف يديره جميل أن ينجح في العالم سوف نطبقوه حتى نحن وكيف جمع الويدات قاد الفريق للتتويجات والتوهج فرق قادر إيد الفريق للقمة إن شاء الله وهذا هو موضوع فيديو اليوم كيف يتتعامل مع هذه الوضعية سنطلب منك العجيم لك ومانطر فقط أكمل الفيديو الأخير كيف يمغزى الكلام وما توقفش مصطرق خليكم معنا أولا خصوة نعرف ما هي الإزمة اللي يدنا كي نقدرون نلقاه لها الحل ما إزمة نتائج أو لا إزمة مالية أو لا إزمة سيرية ولا قرية ديال العابة في الحاضر نبدو ماليان ألا ما هو واضح أن الفريق لا يقاني ماديا وكين استقرار بل على العكس هناك وردة تدخل في مستقبل القرية يعني ماديا نرى ما كنعانيوش نبدو الأزمة النتائج نقدرون نقولوا وكينة أزمة كحاصيلة الموسم كامل لكن لماذا مرحلة الإياب بفريق رعلابس بعد الماتشاس ربحنا 14 قصر نجوج سؤالنا واحد يعني أننا ربحنا كسر من 50% الماتشاس إذا جيت منطقيا فمرحلة الإياب ليست جيدة ولكن ليست كاريتية في نفس الوقت اللاعبين والجودة كتبقى نقطة مهمة في هذا الفيديو لأنه كينة اللاعبين عندنا لديهم إمكانيات لكن لون طراج يتطرف لهم على سبيل المثال وشبهنا عمار ذرق؟ لا ولكن داخل المنظوم وكل شيء يجرر في رجله سيكون يبالك بحاله من جهة أخرى كينة اللاعبين عندهم إمكانيات كبيرة لكن يتفلوا لنا ويجرروا في رجلهم ويخسروا وقتها يلعبوا وقتها يلوذوا أول عمر وجبرا هذا الشيء سيأخذنا الضور المكتب والإدارة ليسا بحالهم يدروا ما بغب ومكين لحاسيب ولا رقيب بما أن نجبنا الإدارة سننجدوا سيريا ونجدوا نقطة مهمة توقفوا عليها أنه المركاتو تم تدبيره بشكل مزيان هيدنا لليتيج استرحنا بعض اللاعبين في النبو وجبنا بعض اللاعبين فيهم الضوء لكن عدم عاقد الجمهة الأمة لحدود اللحظة كذلك عدم تضيفة على الفرق في الضلم التحكيمي التي تعرضوا له لأنه يبقى نقطة سوداء في المكتب الحالي وكذلك سوء التواصل لحالي لكل الوداديين ما أعرف في النوال والفرق والصفحة الرسمية والمهمة له هي تلوح تصاورا للتداريب هذا الشيء يبدو أنه فقط امتداد لفترة الناصري ودكشي لوائد بيه التعلال في الخارجة ما بين من نواله مما يؤكد أنه سنبقى في نصف الدوامة التي كانت مع الناصري كأنه هو الباقي كسير والضحية بحال ذي ما هو الفرق الودادي الرياضي من خلال هذا الشيء البسيط الذي ذكرنا يبدو أن مشكل الودادي ستصبح والمكتب الحالي ما هو إلا امتداد لفترة الناصري والحل رهبين مواكبة ما تبقى من مباريات الموسم والخروج بأقل الأضرار في المقابل نحاولة تحت المكتب على إجراء الجمع العامة المتأخرة وفاتح باب ترشيح لرئاسة الودادي وهذا الشيء سيكون في أقرب وقت يعني يا أخي الودادي إلا كنتي بغي تدوي إلى شيء حاجة ما يسترحكش بنادب في تغيير المدرب راشتريف إلى أخيره وما يسترحكش النوع الثاني يقول لك يضع السطاتيستيك دي لعابة وما يسترحكش حتى ذلك لقلبها الساركازم في الوقت خاصة كل جدية حاليا بكل مطالبنا سيكون يعقود الجمع الأمن المتأخرة وتقديم تقرار مالي ووضح وضعية الفريق وأهم حاجة هي فتح باب الرئاسة للرئيس الجديد الذي قادر يبني فترة ذهبية مع الودادي كالفترة السابقة مع النصر استنتاج إذا كنا نريد أن ننطحه في نفس الدوامة لهذا الموسم سيكون على كل تركيز حاليا يكون على هذا الشيء لأننا نضع المكتب الحالي يجب أن يرجع الأمن المتأخرة وترشح الرئيس الجديد الذي سيشتل الودادي قبل الميساني الآن وكذلك سيكون على الفريق على الأقل لكي نخرجه بأقل أضرار هذا الموسم ومنهرسته كل شيء لأنه يجب أن ترى فنيا يمكن أن نخرجه بموسم لا بأس به إذا كنت ترى محليا بكثة العرش والأقل ضمان مشاركة أفريقية الآن أما الذي يبقى في البطنة وحاضر إنه معجول شيء وكذلك تطلع الخاوي وكذلك سيكون قمرات وليس يشوف حالة النادي وليس يقوم بها بل على الأقل سيضر الفريق ويصدخ المحاطة الودادي ناصحة أي ويدادي حاولت بلوك عليك أي منبرة تعب على الاندماج لكي تستطيع تركز على الودادي وليس يشوف عليك أي شيء لكي نختم الفيديو المنخص له كامل وأن حاليا لا تفكر إلا في مدرب تغييره لا ترى لعب أنه يجب رجله وليس يجب رجله حاليا نحن نفكره فأن هذا المكتب يحصل في حاله ويأتي رئيس جديد ومكتب جديد اللي قادر يكون سفينة الودادي للبر الأمان ونبدأ معها صبحة جديدة ونسوه لأحد السابق قيادة الرئيس الناصري والأتباع اللي كانوا معه ولي هم شدين دابع لأنه تتزع الفرصة وبينه أنهم فقط امتداد لدكش اللي كان كدير ناصري وما غادي يبدلوه ولو بقينا كنسينهم وما رضحوا في نفس الدوامة ديال السنوات الفريطة اللي انتمنى أن الميصاج يكون سيبلي ويوصل فقط لأقول الراقية ختاما هذا الرأي ديالي أهم شيء هو الرأي ديالي لكن تحاول شاركوهنا في الكومنتر واش كتافق معايا أن صلب الموضوع هو تسيير ذي المكتب الحالي أو لكن إن أسباب أخرى مذكرتون شيء أنا حاول شاركوهنا في الكومنتر ويكون نقاش ويدي باقلية ويدادية أخوية بحل ديما تا الله ترجمة نانسي قنقر